هذه الحرب كانت حرب كاشفة وإن كانت طاحنة كشفت عورة الاحتلال من جديد الذي هو أساسا هذا هو وجهه الطبيعي الذي تأسس عليه كل ما هناك أن في الثماني واربعين اغتصبوا الأرض الفلسطينية وقتلوا ما قتلوا وهججوا وشردوا الفلسطينيين من أراضيهم اليوم هناك كاميرا مفتوحة على مصرعيها هناك صورة فضحت هذا الاحتلال هذا الاحتلال الذي تضامن بعضه معه بعض دول الغرب وفي مقدمتهم لدارة أمريكية هو ذاته الذي كشف عورات هذه الدول أمام حتى شعوبها وأدى إلى الاندفاع الكبير في الجماهير ليس العربية فحسب بل إنما شعوب العالم انطلقت إلى الشوارع نتاج ما شهدته من قتل بربري وهمجي ووحشي للأطفال والنساء في قطاع غزة وفي كل فلسطين لذلك نعود ونقول ونبدأ من عند كلمة فلسطين غزة جزء من فلسطين نعم دفعت الثمن لكن يجب أن تحل القضية الفلسطينية وفق مؤتمر دولي للسلام هذا المؤتمر تجتمع فيه كل الأطراف وكل الفائلين الدوليين وليس الإدارة الأمريكية بمفردها التي طالما حازت لدولة الاحتلال وطالما كانت شريكة مع دولة الاحتلال وطالما أشغلت حتى العالم العربي في أزماته الوطنية الداخلية ويظن منها أن العالم العربي سيظل في كبوته وسيظل في ما يسمى بين قوسين ومخرجات الربيع العربي الذي أدى إلى نشوء أزمة الدولة الوطنية في الدول العربية وأدى إلى تراجع القضية الفلسطينية ثم اليوم عادت من جديد لتتصدر قضايا العالم والعالم كله يقف على قدم واحدة بعدما حدث في غزة ليثبت الهدنة هذه ويثبت هدنة خلف هدنة لكن يجب أن نصل إلى وقف إطلاق نار لأن قطاع غزة لا يحتمل أكثر من ذلك ولا يحتمل أي ضربات ولم يبقى بالمناسبة في قطاع غزة أي شيء يستطيع نتنياهو وحكومته ولا تحتمل الضرب أصلا من باب الأصل لا تحتمل كل هذه القنابل التي ألقيت على سكانه بحجة ضرب المقاومة وبحجة استعادة هيب الدولة الاحتلال واستعادة الردع يعني إعادة وجه هذا الاحتلال الذي تمرغ في التراب وفشلت منظومته الأمنية والعسكرية وحتى وصلت إلى أزمة عميقة في نظامه السياسي ليس في السابع من أكتوبر حتى من قبل ذلك منذ عدة سنوات وهذا الاحتلال يقوم بسياسة استخدام العصى الغليظة اتجاه الفلسطينيين وحتى الآن والهدنة قائمة وهم يلوحون بعصى الحرب والآن الطائرات بالمناسبة يعني تنتشر في سماقة غزة وكأنهم يريدون أن يحصلوا على هدنة مشترطة بقوتهم وليس مشترطة بالقانون وبأصول الوسطاء الذين دخلوا وأنجزوا هذه المهمة الصعبة وهنا اسمح لي من على منبر شاشتكم الكريمة أن أحيي مصر الكبرى التي استطاعت أولا أن توقف ما كان يخطط له نتنياهو واستطاعت أن توقف أيضا ما كان حتى تخطط له الإدارة الأمريكية حينما لوحت بعصاها أيضا إلى المنطقة العربية وحركت أسطولها في المتوسط في خطوة منها لكي تقول العرب لا تتدخلوا في ما يجري في غزة لكن مصر قالت لا ولا ولن يترك الشعب الفلسطيني إلى وحده ورفضت أن يهجر الفلسطينيين من على هذه الأرض ورفضت إعادة إنتاج النكبة الفلسطينية التي دفع ثمنها الفلسطينيون الغالي والنفيس على مدار 75 عاما ترجمة نانسي قنقر